بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات الأحد الثاني من شهر بأونا إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع بركته بركته أدبتني كليتاي تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزا ترجمة نانسي قنقر 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 وكانت أيضا شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أمتى هو المسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح إيح والمجد لله دائم إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع بركاته علينا أمين أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي بالرب تفتخر نفسي فليسمع الودعاء ويفرحه بركاته علينا أمين بركاته علينا أمين بسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وعند فجر الأحد أول الأسبوع آتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس وكنا يقلنا لبعضهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فلما رفعنا عيونهن رأينا أن الحجر قد حرج لأنه كان عظيما جدا ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء لابسا حلة بيضاء فخفن أما هو فقال لهن لا تخفن أنتنا تطلبنا يسوع الناصري المسلوب قد قام ليس هو هاهنا هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجنا وهربنا من القبر لأن الرعدة والدهشة أخذتاهن ولم يقلنا لأحد شيئا لأنهن كن خائفا ولمجد لله داء آئم البولوس فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة كورينثوس بركته علينا آمين لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين بحكمة ليست من هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين يبطلون بل ننطق بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد بل كما هو مكتوب ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بالروح لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله هذه التي نتكلم بها أيضا ليس بتعليم أقوال حكمة بشرية بل بتعليم الروح مقارنين الروحيات بالروحيات وأما الإنسان النفساني فلا يقبل مال روح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه حكم فيه روحية وأما الروحاني فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب أو من يمكنه أن يعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثوليكون فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من شهوة الفساد التي في العالم ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففة وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسرين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين أكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط هذا كان يسمع بولوس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال له بصوت عظيم قم تصبا على رجليك فوثب وصار يمشي فالجموع لما رأوا ما فعله بولوس رفعوا صوتهم بلغة لكأونية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالبشر ونزلوا إلينا فكانوا يدعونا برنابا زفس وبولوس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكلام فأما كاهن زفس الذي كان قدام المدينة قدم ثيرانا وأكاليلا عند الأبواب وكان يريد أن يذبح مع الجموع فلما سمع الرسولان برنابا وبولوس مزقا ثيابهما وأسرعا إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تصنعون هذا نحن أيضا بشر نقبل الآلام مثلكم نبشركم بأن تبتعدوا عن هذه الأباطيل وترجعوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرات يعطيكم من السماء أمطار وأزمنة مثمرة ويشبعوا قلوبكم طعاما وسرورا فلما قالا هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولوس وجروه إلى خارج المدينة ظنين أنه قد مات ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة فلما بشرا في تلك المدينة وعلما جمعا كثيرا رجعا إلى الاسترة وإيقونية وأنطاكية يثبتان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس لسلوق البشير التلميذ الطاهر بركاته لسلوق البشير علينا أمين أسبح الرب الذي أحسن إليه وأرتلوا وأرتلوا لاسم الرب لعليه أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاص لسلوق البشير لسلوق البشير لسلوق البشير لسلوق البشير سلوق البشير لسلوق البشير لسلوق البشير سلوق البشير وإذا برجال قد أحضروا إليه رجلا مفلوجا على سرير وكانوا يحاولون أن يدخلوه ويضعونه أماما ولما لم يجدوا كيف يقدمونه إليه لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع السرير من على السقف في الوسط قدام يسوع فلما رأى إيمانهم قال للمفلوج أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين من هو وهذا الذي يتكلم بهذه التجاديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحدا فعل ما يسوع أفكارهم وأجاب وقال لهم لماذا تفكرون في قلوبكم أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال أم أن يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فللوقت قام أمامهم وحمل ما كان راقداً عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله فاعترت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفاً قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائي حرم جميع محيو ثم ومجدو للاي دا آمان